اهلا بكم في كايرو دار النهاردة ان شاء الله مع اول محطة او اول حصة او اول حلقة في المراجعات هناخد مراجع على الوحدة الاولى جغرافيا بامر الله طبعا احنا عارفين ان الوحدة الاولى جغرافيا بتاخد ايه فيها تلات دروس الدرس الاول اللي هو موقع قارات العالم الدرس التاني اللي بتكلم عن تضاريس العالم الدرس التالت اللي بتكلم عن المناخ والنبيات الطبيعي في العالم تعالوا نشوف ايه الاسئلة المتوقعة ممكن تجينا في الجزء ده في الامتحاج ناس تركز احنا كلمنا في الشرح ناس مفروض săكرت تمام لنهاردة بنطبع على الاسئلة اللي احنا بنقدناها او على المحتوى اللي احنا خدناها تعالوا نشوف هناخد اول درس نرجع عليه اللي هو الدرس بتاع قرات العالم او الدرس التمهيد الاول يعتبر تمهيدي اللي بيقول لنا قرات العالم مساحتها ايه وترتبة ايه والدرس اللي بعدين اللي هو قرات العالم موقحها بالتفصيل اول سؤال معنا النهاردة بقول لي بما تفسر اصبحت مصر مركزا تجاريا وحضاريا مصر بقت مركز تجاري وحضاري ليه انا عندي سبب مهم جدا ان مصر بتقع في وسط العالم كمان بعد حفر قناة السويس اصبحت مصر مركزا تجاريا وحضاريا بمصر اصبحت مركز تجاريا وحضاريا لانها موقحها متويض وحفر بها ايه قناة السويس بما تفسر انتشار الحضارة الاوروبية في العالم حضارة اوروبا انتشرت في العالم ليه بسبب موقع اوروبا المتميز اوروبا موقحها متميز على المحيط الاطلانتي وعلى البحر المتواصل اوروبا تمام بتتميز كمان زي ما احنا عارفنا قبل كده بكثرة تعاريج السواحل ممكن يدي لي السؤال ما النتائج المترتبة على كثرة تعاريج سواحل اوروبا هقول كثرة المواني الطبيعي تمام انا خدنا كمان في نشأة القارات ان العالم كان عبارة عن كتلة واحدة اسمها ايه اسمها بن جاية تمام بيحيط بها المحيط العظيم الاسمه المحيط الاوكيانوس مساعة الكرة الارضية كلها كام؟ مرابو عليه 510 بليون كيلو متر مربع معظمها يابس ولا مية؟ طبعا معظمها ماء نسبة الماء كم في المية؟ 77.7 من 10 في المية وهي الباقي طبعا اللي هو اليابس 29.3 من 10 في المية مين صاحب النظرية اللي اتكلمت عن ناشئة القارات العالم ال timestام الاسمه فيجنر عنده عدخ قارات العالم لما نجي نرتبها ترتيبا تنازليا بالعمل من حيث المساحة طبعا اكبر قارات العالم مساحة ان كرت ايه? قرت اسي تمام؟ وأصغر قرات العالم مساحة قررت ايه؟ تمام قررت استرالي لما يجي لي أي سؤال يقول لي بما تفسر ضيق السهول الساحلية السهول الساحلية بتبقى ديئة في بعض الأماكن طبعا بتبقى ديئة ليه؟ طبعا نمتعرف أن السهل الساحلي هي الأراضي التي توجد على سواحل البحار والمحيطات بتتسع في مناطق وتضيق في مناطق طب الضيق ده بيجي من ايه؟ لأن المرتفعات أو الجبال بتقرب من الساحل أي مكان في الدنيا يقول لي بما تفسر ضيق السهول الساحلية في أي مكان أقول لي اقتراب الجبال والحطة دي في المنعج مطبعة على ثلاث قرات على قررة أفريقيا وأمريكا الجنوبية وأستراليا أفريقيا يقول لي ضيق السهول الساحلية على سواحل أفريقيا أقول لي اقتراب الجبال منها يقول لي بما تفسر ضيق السهول الساحلية في شرق استراليا لا اقتراب الجبال طب جبال إيه في استراليا؟ لها جبال الحاجز الكبير بما تفسر ضيق السوري الساحلية في أمريكا الجنوبية طب السواحل في أمريكا الجنوبية بتضيق فيه؟ في الشرق أو في الغرب؟ برافو عليك بتضيق في الغرب ليه؟ الاقتراب جبال الانديز منها يبقى أي ضيق سواحل اجابته سهلة جدا كلمتين أقول الاقتراب الجبال تمام؟ الاقتراب الجبال منها أنا عندي عوامل بتأثر في مناخ العالم عوامل بتأثر في المناخ عامل الموقع الفلكي عامل الموقع الجغرافي عامل القرب البعد المسطحات المية هو الموقع الجغرافي وعمل التضاريس سؤال يقول لي بما تفسر أسلت بما تفسر مهمة جدا لأن أسلت بما تفسر خلي بالك تمشي ممكن بما تفسر وتمشي من نتائج طب إزاي مثل هتمشي بما تفسر ومن نتائج لأن سؤال بما تفسر هو عكس من نتائج بما تفسر أذكر السبب علشان حصلت كذا ايه السبب اللي اقول حصل كذا او بسبب كذا دمام زي والاست اقول لك ايه بما تفسر نجاح محمد في الامتحان محمد نجح ليه اقول لي انه ذكر بسبب مذاكرته سؤال ما النتائج عكس بما تفسر الاجابة هنا تبقى سوائل ازاي بيقول لي ما النتائج المترتبة على مذاكرة محمد الاجابة اقول نجاح تمام يبقى سؤال بما تفسر داخل فيه سؤال ما النتائج الاتنين بيبقوا عكس ايه بعضهم اقول لي بما تفسر تأثير الموقع الفلكي بالنسبة لدرجات الحرارة او للمناخ موقع الفلكي اللي هو الموقع بالنسبة لخطوط الطول ودوار العرض طبعا بيهمني في المناخ دوار العرض لان خطوط الطول ملاش تأثير عامل الموقع بالنسبة لدوار العرض بيؤثر في المناخ او ازاي كلما اقتربنا من دايرة خط الاسواء ترتفع درجات الحرارة وكلما بتعبنا عن دايرة الاسواء تنخفض الحرارة سواء اتجهنا شمالا أو جنوبا يبقى بما تفسر يقول لي تأثير الموقع الفلكي في المناخ أقول كلما اقتربنا من دائرة الاستواء ترتفع الحرارة كلما بتعالنا عن دائرة الاستواء تنقفض الحرارة سواء اتجهنا شمالا أو جنوبا تأثير الموقع بالنسبة لليابس والمهن تمام؟ بيأثر في المناخ؟ اوه بيأثر في المناخ بيأثر في عنصرين من عناصر المناخ ازاي؟ بيأثر في الحرارة ويؤثر في المطر بيأثر في الحرارة ازاي الجزء القريب من البحر تلاقي الجو بتاعه جو ايه حلو في الصف والشتاء مناخ معتدل والحتة القريبة من البحر بتلاقي عليها او المطر بتاعها كتير كتير ليه اقول لان بيهب عليها بيجي عليها رياح محملة ببخار الماء بالسؤال بيما تفسر تؤثر المناطق او تتميز المناطق القريبة من البحار والمحيطات بغزارة الامطار اقول لي بقى اقول بسبب هبوب الرياح المحملة ببخار الماء يقول لي كمعين بيما تفسر يسود المناخ القاري ماشي ويقل سقوط الامطار داخل القارات اه ما هو معروف جدا ان المناطق الداخلية مناخة قاري مناخة قاري يعني ايه يعني درجة الحرارة فيها مرتفعة والامطار فيها قليلة مرتفعة في فصل الصيف الحرارة وبتنقفض في فصل الشتة يعني مناخة مش حلو ده بيحصل ليه نتيجة الكتر اليابسة لان هنا مفيش تأثير للبحر مفيش تأثير المسطح الماء يخلي الجو معتدل يبقى يسود المناخ القاري المناطق الداخلية اقول لسيادة الكتر اليابس لان اليابس في الداخل هو اوسع مفيش تأثير للبحار والمحيطات السؤال اللي جاي سهل خدناه في اولة او تانية او تالتة وليبي ما تفسر يتراكم الجليد فوق قمم الجبال طب فوق قمم الجبال العالية بتلاقي جليد اه لان كلما ارتفعنا مية وخمسين متر تقل الحرارة درجة مئوية واحدة ده انت حتى لو لقيت الجبل في حتة حر بتلاقي فوق قمم في جليد زي الجبال الموجودة في المنطقة الاستوائية والمدارية جبل كليمنجارو مثلا في افريقيا في اشد مناطق العالم حرارة وتلاقي فوق الجبل في ايه جليد ليه كلما ارتفعنا مية وخمسين متر تقل الحرارة درجة مئوية واحدة قلنا ان التدريس بتأثر في حاجتين في المناخ بتأثر في الحرارة وبتأثر في المطر اثر في الحرارة ازاي احنا عارفنا كلما ارتفعنا مية وخمسين متر تقل الحرارة درجة مئوية واحدة تأثر في المطر ازاي انها كتير تؤثر التدريس في كمية الامطار لان لما يكون عندي جبل تمام لهو صفحين او له جنبين الجوانب الجبال اللي بتبقى في وش الساحل اللي عندي جبل الجنب بتاعه ده في وش البحر او المحيد الرياح المحملة ببخار الماء بتيجي من ناحية البحر او المحيد تخبط تصطدم بسفح الجبل ده هتلاقي المطر هنا ايه كتير وبعد كده الرياح تكمل طريقها للناحية التانية مفيش هنا عامل الصدار مشيت بقى ما خبطتش فالجنب الداخلي لو بعيد عن البحر بتلاقي في ايه بتلاقي في المطر قليل واحنا بنسميها في الجورافيا المناطق الداخلية البعيد عن البحر والمحيطات دي من المحيدات بنسميها مناطق ظل المطر ظل المطر يعني حتة ما فيهاش مطر ايه السؤال يولي تؤثر التدريس على سقوط الامطار او صفوح الجبال المواجهة لرياح اغزر مطر اقول له اه لان رياح المحملة ببخار الماء تصطدم في صفوح الجبال المواجهة فتغزر الامطار يحصل عملية التكاثف فعلا والمناطق الداخلية يقل فيها المطر وتسمى مناطق ظل المطر تمام انا عندي الاقليم المناخية دايما الاقليم المناخي يتكرر في نص الكرة الشمالي ونص الكرة الجنوبي ده اساسي معدى بعض الاقليم زي الاقليم اسمه الاقليم القرّي البارد انت عرفت ان الاقليم القرّي البارد ده اللي هو الإقليم الذي يمتد بين دايرتين عرضي 45 درجة إلى 60 موجود في نصف القرى الشمالي بس أسيا أوروبا أمريكا الشمالية طب والنصف الجنوبي لا مش موجود طب مش موجود بما تفسر اختفاء أو عدم موجود الإقليم القرى البارد في نصف القرى الجنوبي هقول كلمتين بس هقول لضيق اليابس لأن اليابس ديئ فما يتمثلش فيه منح قرى بارد بقى لضيق اليابس الغابات النفضية يقول على الغابات النفضية سموها نفضية ليه لأنها إيه أبرافو عليك تنفض أوراقها في فصل الشتاء يعني تنفض تنفض يعني تترد تتخلص من ورقة في فصل الشتاء بما تفسر تسمية الغابات النفضية بهذا الاسم أقول لأنها تنفض أوراقها في فصل الشتاء ولي بما تفسر كلها سيرت بما تفسر تعتبر حشاش السفن حديقة حيوان طبعي سؤال مكرر ومحفوظ طبعا حديقة حيوان طبيعية لأن السفنة دي فيها كل أنواع الحيوانات سواء الحيوانات اللي بتاكل لحوم زي الأسود والنومور والضباع وحيوانات بتاكل عجب زي الزراف والفيلة ووحيد القرن عشان كده اعتبرناها إيه حديقة حيوان طبيعية وطبيعية طبيعية طبيعية لأنها من إيه؟ السفنة دي حاجة طبيعية من عند ربنا ربنا هو اللي جمع الحيوانات في المنطقة دي عشان كده اعتبرناها طبيعية مش بشرية لو إحنا بقى عاملين جنينة حيوانات عندنا يبقى دي بشرية بشرية لإحنا اللي جمعناه منها إحنا اللي بنعكلهم بأدين يقولي بما تفسر تاني تعتبر السفنة حديقة حيوان طبيعية لأن بها حيوانات آكلة اللحوم وحيوانات آكلة العشب الأقاليم المناخية ممكن يجب لي مقارنة بين الأقاليم المناخية طبعاً أقاليم المناخية لازم أعرف فيها أربع حيات أعرف فيها موقعها الفلكي أعرف فيها موقعها الجغرافي أعرف فيها الخصائص المناخية وأعرف فيها الخصائص النباتية أول إقليمين معانا النهاردة هو الإقليمين الإقليم الاستوائي تمام كده والإقليم المداري الإقليم الاستوائي تمام هو موقعه الفلكي بيقع بين دائرتين عرض من كم لكام رفع عليك حولين خط الاستوائي من صفر العشر شمالاً وجنوباً طب موقعه جغرافياً بيقع في ثلاث قرات لأن خط الاستوائي معروف بيمر في ثلاث قرات أسيا أفريقيا أمريكا الجنوبية في أسيا موجود فين؟ في منطقتين اللي هي إيه؟ اللي هي الجزر أندونيسيا والملايو اللي هي شبيك زية الملايو تبقى الإقليم الاستوائي في أفريقيا فين؟ في منطقتين في حوض القنغو وساحل غانا تبقى في أمريكا الجنوبية فين؟ في منطقة حوض نهر الأمازون كمان موجود جزء منه في هضبة جيانا يبقى الإقليم الاستوائي من صفر العشر شمالاً وجنوباً جغرافياً بيمتد في ثلاث قرات أسيا أفريقيا أمريكا الجنوبية أسيا في حوض لا أسيا مش في حوض بقى أسيا فين؟ أيوة برافو عليك في الجزر أندونيسيا والملايو وأفريقيا فين؟ حوض الأمازون وساحل غانا أمريكا الجنوبية فين؟ في هضبة جيانا وحوض الأمازون قرية الاستوائي معروف مناخه إن الجو فيه حر طول السنة والمطر فيه كمان طول السنة فأقول إيه؟ حار ممتر طول العام خصاص النباتية فيه عشان هو حر وممتر طول السنة فشكل النبات هنا هيبقى كبير ولا صغير أكيد كبير عشان المطر كتير فتنمو به إقليم الغابات الاستوائية لأشجار ضخمة عريضة أوراقها عريضة وكثيفة ومتشابكة لا الشجر متشابك في بعضه كده من أشجار الغابات الاستوائية زي إيه؟ زي المطاط وزي البندق البرازيدي فيه حيونات بتعيش في الغابات الاستوائية؟ آه فيه طب هتلاقي حيونات هنا حجمها كبير ولا صغير اللي يقول لي كبير بقى يبقى بيهزر بقى كبير إزاي؟ هتدخل إزاي في التشابك ده؟ أكيد حيونات حجمها صغيرة زي قردة أورود تمام؟ تتنطط من شجرة لشجرة ماشي هتلاقي إيه؟ فيه أبقار فيه جموس لا فيه مثلا طيور بغانات وعصافير وحاجات من دي فيه زواحف تعابين وتمسيح إلى آخره إبقى فيه زواحف جابات الاستوائية فيها زواحف فيها هه طيور تمام؟ فيها إيه كمان؟ هه قول معاي تمام ما فيها قردة أو بنوع عليها حيوانات متسلقة ده الإقليم الاستوائي الإقليم المداري الإقليم المداري بيقع بعد الاستوائي على طول بين دايرتين عرض 10 الـ 15 شمالا وجنوبا الإقليم المداري ده موقعه الفلكي موقعه الجغرافي شمال وجنوب الإقليم إيه؟ براو عليك الإقليم الاستوائي الإقليم المداري حتلاقي مناخه في الصيف الجو إيه؟ حر ترتفع الحرارة وفي مطر في الصيف ولا ما فيهش؟ آه يوجد مطر بتابгрأي الشتاء أخبره إيه؟ لا ما فيهوش مطر يبقى هما خمس كلمات صيف حر ممطر الصيف الجو حر ممطر والشتاء جاف يعني ما فيهوش مطر صيف حر ممطر وشتاء ده الإقليم إيه؟ قواعدrol هل ستنسك الاقليم السوداني الاقليم المداري خصائصه النباتية بتنمو فيه اشجار اه فيه غابات اسمها ايه الغابات المدارية طب الغابات المدارية دي اكبر ولا اصغر من اشجار الغابات الاستوائية اكيد اصغر لان الاستوائي مطر طول العام هنا المطر في فصل الصيف بس فحجم الاشجار اصغر ولما المطر يقل شوية تلاقي يتحول الشجر الكبير الى حشائش حتى الحشائش نفسها بتتدرج من الطول للقصر حتى سوية طويلة شوية نص ونص شوية صغيرة طب بتتدرج ليه بتتدرج حسب كمية المطر طب ايه الحشائش اللي تنمو في الاقليم المداري طب والاقليم المداري ده جوه حر ولا برد ولا معتدل جوه حر فتنمو فيه الحشائش الحر ولا المعتدلة والباردة اكيد الحر اللي هي السافنة ولا الاستبسة ولا التاندرة السافنة برافو عليك يبقى تنمو في الاقليم السافنة حشائش السافنة وغابات اسمها غابات مداري وانعنا انا رفنا ان السفنة هضيغة حيوان طبيعي وقلنا ليه دا بالنسبة للـخصائص النباتية في الاقليم السفنة او من اللawsze الاقليم المداري او السوداني على اطرافه معONGها الإستوائية بتعيش في يحيوانات ficouذياب انا قلنا ان السفنة هي شمال حيوانه طبيعي اى خل₂ تمام اما المكان على اطرافه مع الاقليم الاستوائي فبتعيش تصباً الذئاب دا الإقليم الثانى من الاقاليم الحر أقاليم الحارة أجعل منك أن لا تنسى أربع قليم استوائي مداري موسمي، صحرا وحارة وقلنا كانت كلمت عن ماذا؟ كلمت عن الاستوائي والمداري بقى أقاليمين من الأقاليم الحارة الأقاليم الحارة الثالث هو الأقاليم الموسمي هو الأقاليم الوحيد الذي بأنه نحدده بدواء العرض نحن نحدده موقعه جغرافيا ακوال الأقاليم الموسمي موجود في قارتين أساسيا موجود معظمه في قارة اسيا فين؟ في جنوب شارق اسيا فين بالزبط؟ في الهند وفي الهند الصينيه. الهند الصينيه دي شبه جزير اخلي بالك. جنوب دولة الصين. شبه جزيرة الهند الصينيه جنوب دولة ايه؟ الصين ده بالنسبه لاني THE موجود في قارة استراليه شمال قارة استراليه. قلبي الموزمي مناخه minecraft هو هو قولك كوبي بو بيست تقود بتاعة الاقليم المداري هي هي وتحطها في الاقليم الموسمي هي هي اللي هو ايه خمس كلمات اللي انا قلت لك عليهم مناخه ايه صيف حار ممتر شتاء جاف ده خصائص الاقليم الموسمي طيب الاقليم الموسمي ايه الاشجار بتنمو بيه تنمو بيه اشجار الغابات الموسمية اللي هي عاملة زي ايه او اسميها ايه اللي هي زي جوز الهند شجر يسمه اتيك ده شجر غير مثمر والصندل دي من اشجار اقليم الغابات الموسمية يبقى الصندل والتيك وجوز الهند الاقليم الرابع من الاقليم الحارة اقليم اسمه الاقليم الصحراء والحارة الاقليم الصحراء والحارة اللي هي الصحراء يبقى الشكلات التقليدي اللي احنا عارفينه الرملة والجمل والصبر والقصة دي اقليم الصحراء والحار اخر اقليم من الاقليم الحارة بيمتد بين دائرتين عرض كم وكام 15 إلى 30 تمام شمالا وجنوب موجود الإقليم الصحراء والحار جغرافيا فين في كل قرات العالم لو سكتت أبقى غلطان كل قرات العالم ما عدا قر ليه قررت إيه؟ ليه قررت أوروبا الصحراء الحارة زي إيه؟ في أفريقيا أكبر حتة فيها صحراء في أفريقيا اللي هي الصحراء الكبرى أكبر صحراء في العالم وعندي اتنين في الجنوب صحراء كالهاري وصحراء ناميبيا عندي في أسيا الصحراء الحارة فين؟ شبه الجزيرة العربية عندي أمريكا الشمالية صحراء أريزونا أمريكا الجنوبية صحراء أتي كامة وفي أستوراليا صحراء غرب أستوراليا ده بالنسبة لموقعها الجغرافي مناخ الصحراء معروف امشي في الصحراء في الصيف جو حر جدا 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 طب وفي الشتاء جو برد قوي طب في مطر ولا ما فيش في الصحراء أكيد ما فيش ولا نقطة مي يبقى الصحاري الحارة مناخ معروف صيف حار والشتاء بارد والمطر نادر ما فيش خالص فين وفين لما تمطر ولو مطرت كل 3-4 سنين مرة تمطر على هيئة سيول مدمرة سيول اللي هي بتنزل من المرتفعات وتدمر كل حاجة قابلها قدامها الإقليم الصحراء والنباتاته ايه طبعا النباتات تتحمل الجفاف والعطش الشديدة زي ايه زي الصبار وزي التين الشوكي بس لا مش بس لان فيه على المياه الجوفية تنمو أشجار النخيل نخلة طويلة قوي طول ساق النخلة ده بيتناسب مع طول جزورها يبقى جزورها طويلة عشان تمدوا جزورها توصل لمنسوب المياه الجوفية المياه البطنية الموجودة في بطن عرض يبقى النخيل الصبار تين الشوكي من أهم نباتات الإقليم الصحراوي الحار دي مجموعة الأقليم الحار عندي مجموعة الأقليم المعتدلة معتدلة قسمين يا جماعة معتدلة دفئة ومعتدلة باردة معتدلة دفئة دي من كم لكام اللي هي في المساحة الممتدة بين دائرتين عرض من كم لكام برافو عليك من 30 لـ 45 15 دائرة عرض والمعتدلة الباردة بعديها بقى يبقى من كم؟ من 45 برضو 15 يبقى كم؟ يبقى المعتدلة الدفئة 3 أقليم 15 لـ 30 والمعتدلة الباردة 3 أقليم من 30 لـ 45 المعتدلة الدفئة والمعتدلة الباردة من 45 لـ 60 الأقليم المعتدلة الدفئة كم إقليم 3 إقليم بحر متوسط والإقليم الصحراوي المعتدل والإقليم الصيني إقليم البحر المتوسط من كم؟ من 30 لـ 45 في غرب القرار تمام؟ موجود في كل قرارات العالم الست مثل موجود في أفريقيا سواحل البحر المتوسط أو سواحل المغرب العربي والجبل الأخضر في ليبيا موجود في أسيا سواحل التركية تمام؟ وسواحل الشام موجود في أوروبا دي أساسي على السواحل الجنوبية على البحر المتوسط موجود في أمريكا الشمالية في الوادي الأوسط لولاية كاليفورنيا موجود في أمريكا الجنوبية في وسط دولة تشيلي او الساحر الاوسط دولة تشيلي تمام موجود في استراليا في جنوب غرب استراليا قريم بحر المتوسط و احنا صغيرين دايما نقولها ايه مناخ و قولك حار جاف صيفا دفيق ممتر شتاء حار جاف صيفا الصيف حار جاف مفوش مطر الشتاء معتدل جو حلو دافئ وفي مطر حار جاف صيفا دفيق ممتر شتاء ايه الاشجار اللي تنموا في قريم بحر المتوسط زي السنديان والزيتون والقسطل والبلوت لقريب الصحراوي المعتدل ده بنفس العروض نفس دوائل العرض الصحراوي المعتدل من كام لكام من 30 ل45 بس داخل القروات او وسط القروات موجود وسط اسيا هضاب غرب امريكا الشمالية مناخ و عامل ازاي امطار قليلة فصل الصيف والشتاء بتاعه جاف فيه نباتات بتنمو فيه صغيرة اعشاب صغيرة تستغل فيه الراعي يروع عليها الحاولات تالت اقليم من الاقالي من المعتلة الدافئة الاقليم الصيني ده شرق القرات بقى ها شرق القرات نفس العروض من 40 ها من كام من 30 ل45 الاقليم الصيني مناخ و يشبه اقليم بحر متوسط نفس القصة الصفحر الشتاء دافئ بس الفرق بينهم في المطر اقليم بحر متوسط كان المطر امتى برافو عليك كان في فصل الشتاء هنا المطر امتى طول العام فاقول صفحر الشتاء معتاد الاودافئ والمطر طول العام بتنمو في اشجار في اقليم الصيني زي ايه زي اشجار البلوت برضو بتنمو اشجار فيه اللي هو شجر اسمه الصفصاف اقليم الصيني بيتعرض لعواصف مدمرة زي كده عواصف اسمها عواصف التايفون ممكن يقول لي اكمل يتعرض الاقليم الصيني لعواصف مدمرة تسمى عواصف نوع اسمه التايفون اخيرا نقول التايفون الاقليم المعتد للباردة اللي هي في المساحة الممتدة او المسافة الممتدة بين دايرتين عرب 45 ل 60 دول 3 اقليم 45 ل 60 تلات اقليم واحد في الغرب اسمه غرب اوروبا واحد في الوسط اسمه الاقليم القاري البارد واحد في الشارع اسمه الاقليم اللورانسي اقليم غرب اوروبا من 45 ل 60 فين شمال غرب قاريتين شمال غرب اوروبا وشمال غرب امريكا الشمالية موجود في النص الجنوبي جنوب امريكا الجنوبية وحتة صغيرة من جنوب غرب استرالي جزء صغير من جنوب غرب استرالي هنا طبعا انا ببعن عن خط الاستوع فدرجات الحرارة بتقل فيحصل ايه بقى؟ بيحصل ان الاقليم غرب اوروبا بيبقى صيف بتاعه معتدل او دافئ والشتاء بارد وهنا المطر طول العام يبقى صيف معتدل شتاء بارد المطر طول العام ايه الاشجار اللي بتنمو في اقليم غرب اوروبا بتنمو فيه الغابات اللي بنسميها الغابات النفضية اتكلمت عليها قبل كده زي الزان وزي البلوت تعالوا نشوف الاقليم اللي بعده اللي هو اقليم المعتدل البارد شرق القرات او اللي بنسميه الاقليم اللورانسي اقليم اللورانسي نفس العروض بتاع الغرب اوروبا 45 ل60 ونفس المناخ الصيف بارده معتدل الشتاء بارد وبرده المطر طول العام بس هنا يزيد اكتر في الصيف اقليم غرب اوروبا يزيد اكتر في الشتاء والخريف هنا اكتر في فصل الصيف الاقليم اللورانسي موجود شمال شرق قرات شمال شرق امريكا الشمالية شمال شرق قارة اسيا خاصة شمال شرق الصيل كوريا اليابان الاقليم اللورانسي اشجاره يعني منقول عليها اشجار الغابات اللي ايه المخروطي اللي هو اخده شكل مخروطي زي المثلث زي شجر الكريسماس كان زي ايه انواع اشجار الغابات المخروطية زي السنوبر والارز والشربية الاقليم البعض اقليم قار البارد اللي هو نفس العروض 45 ل60 داخل القارات او وسط القارات قلنا موجود لما جئنا في سؤال بما تفسر قلنا موجود في النص الشمالي بس اسيا اوروبا امريكا الشمالي مش موجود في النص الجنوبي ليه لديق اليابس قلنا الاقليم ده بيتميز انه ايه البرد فيه كتير شوي عشان هو القار داخلي شدة البرو ده في فاصل الشتا الامطار قليلة في فاصل الصيف الاقليم دوت نباتاته قصيرة او حشائش قصيرة طبعا عشان المطر هنا ايه ايه تلعي اخر مجموعة من الاقاليم اللي هي الاقاليم الباردة الاقاليم الباردة اللي هي اقليمين اقليم اسمه اقليم التاندرا والاقليم الثاني اسمه الاقليم الجبلية تنتظر هذا موجود عند القطبين قطب الشمالي والقطب الجنوب قطب الشمالي يعني ايه يعني أقصى Council في النص الجنوب طبعا كل قار Oakland طبعا هنا الاقليم ده عند القطبين فمناخه قارس او شديد البرودة مع امطار قليلة في وصل الصيف القصير الصيف قصير اوي 73 الصيف تمام وبتنمو به النباتات صغيرة نقول عليها طحالب الاقليم الجبلي بقى اخر الاقليم المناخية ده ضمن الاقليم البردة واللي بما تفسر يشبه الاقليم الجبلي الاقليم التاندرة اه طبعا يشبهه الاتنين يتميزون بشدة ايه برافو عليك شدة البرودة ليه طب الجبلي ده مش عند القطبين ممكن زي جبال الهيملايا فوق قمم الجبال او جبال الانديز يعني في مناطق حرة او مال ايه لا ما انتنسيت بقى ان احنا قلنا انه كلما ارتفعنا 150 متر تقل الحرارة درجة ماءوية واحدة فالجبال دي عالية جدا عشان كده فوق قمم الجبال دي بتلاقي مناخ شديد البرودة يشبه مناخ التاندرة يبقى اقليم الجبلي يوجد فوق قمم الجبال يشبه اقليم التاندرة علشان ايه بقى لانه كلما ارتفعنا 150 متر تقل الحرارة درجة ماءوية واحدة ده من نسبة عن ايبان ده كده لميت كل الاقاليب المناخية راجعنا عليه هندي بقى الحاجات الصغيرة اللي هي اكمل في الوحدة الاولى في الموقع والتضاريس والمناخ يقول لي اكمل كان العالم كتلة واحدة تسمى نقى تسمى ايه بنجايا يحيط بها لنحيط نقاط او نقاط اسمه المحيط العظيم او الاوكيانوس الكلام ده يقول لي تبقى لنظرية ايه هي من اشهر نظريات نشئة الارض هي نظرية نقاط برافو عليك اللي هي نظرية فيجنر اللي هو العالم الالماني مساحة القرى الارضية نقاط اللي هي 510 مليون كيلو متر معظمها يابس ولا ماء قلتها قبل كده معظمها ماء نسبة الماء سبعين وسبعة من عشرة في المية نسبة اليابس كام تسعة وعشرين وتلاتة من عشرة في المية تمام تمام العالم فيه يابس هو عبارة عن قرات وفيه مسطحات مائية عبارة عن محيطات وبحار المحيطات خمس محيطات والقرات سبع قرات تعالوا نمتب قرات العالم ترتيبا تنازلية من حيث المساح اكبر قرات ايه اسيا اتنين افريقيا اربعة امريكا الشمالية اربعة امريكا الجنوبية خمسة انتراكتيكا هي القرات القطبية الجنوبية ستة اوروبا سبعة استراليا ده ترتيب العالم قرات ترتيبا تنازلية من حيث المساح طب والمحيطات عددها كام خمسة تعالوا نرتبهم اكبر محيط المحيط ايه ابرفو عليك المحيط الهادي اثنين الاطلانتي تلاتة الهندي اربعة القطبي الشمالي خمسة القطبي الجنوب ده ترتيب القرات والمحيطات ترتيبا تنازلية من حيث المساح البحار نعين ماشي هم في الاصل ثلاثة بس احنا بنقول عليهم نعين لان ايه التلاثة دول في بحار بنقول عليها بحار خارجية او مفتوحة وفي بحار داخلية وبحار مغلق يعني احنا نقول تبقى للمناج هم اتنين بحار مفتوحة بتتصل بالمحيطات وبحار مغلق بحار المفتوحة تتصل بالمحيطات لها فتحة توصلها بالمحيط زي ايه زي عدلك بحار كتير البحر المتوسط بحر الاحمر تمام البحر الكاريبي امريكا الجنوبية البحر البلطي في اوروبا دي بحار مفتوحة لانها تتصل بين محيطات اهم بحر مغلق مقفول هو بحر قزوين تمام اكبر بحر داخلي مغلق موجود في قرية ايه موجود في قرية اسيا تمام من البحار المغلقة بحر قزوين الدول اللي بتتكون من جزيرة او اكتر طبعا كلمة جزيرة يعني ارض حواليها مية من جميع الجهات تمام في بقى دولة ممكن تلاقيها تتكون من جزيرة واحدة او من مجموعة من الجزر الدولة دي في الجغرافيا بنسميها ايه رفو عليه بنسميها دولة جزرية يبقى تعريف الدولة الجزرية هي دولة تتكون من جزيرة او اكتر ديني امثلة زي اليابان دولة جزرية فلبين اندونيسيا دولفين قرية اسيا جزر القمر مدغشقر دولفين في افريقيا دولة جزرية بريطانيا في انجلترا في اوروبا دولة جزرية دي امثلة ليه الدول الجزرية المواقع القرار طبعا الموقع نعين موقع فلكي وموقع جغرافي ناخد قارة اسيا تقع قارة اسيا بين دائرة عرض نقاط ونقاط كم وكام بين عشرة جنوبا جنوب خط الاسواع الى واحد وتمانين درجة شمالة طيب فيها كام دائرة عرض لما يكون عمد المكان في نصين كرة مختلفين يعني فيه جزء في الشمال وجزء في الجنوب في الحالة دي بعمل ايه بجمع الدائرتين مع بعض ولما يكونوا في نص قرى واحد يعني كلها في النص الشمالي مثلا او كلها في النص الجنوبي بطرح الرقمين من بعض هندي مثال عشان نفهم يعني قارة اسيا عشرة جنوبا لواحد وتمانين شمالا دول في نصين مختلفين ولا في نص واحد في نصين مختلفين شمالا وجنوبا يبقى في الحالة دي بنجمع الدائرتين على بعض عدد دوائر العرض في اسيا واحد وتسعين دائرة او زي ما بيقول الكتاب بيقول ايه اكثر من تسعين دائرة واسيا بتقع بين خطي طول ستة وعشرين درجة شرقا الى مية وسبعين درجة غربا فيها مية اربعة وستين خط طول اسيا لها قارتين جيران جيرانها قارتين قارت اوروبا وقارت افريقيا اسيا طبعا تعتبر اوروبا امتداد لاسيا ان هم لازقين في بعض ما فيش محيط او مسطح مائي كبير يفصل بين القارتين اسيا بيفصلها عن اوروبا جبال نقط جبال اورال ماشي وتقترب اسيا من اوروبا عندها مضيقايا منهم مين البسفور والداردانيل وبحر نقط بحر مرمرة دي اسيا واوروبا طب اسيا وافريقيا اسيا افصلها عن افريقيا تلات حيات البحر الاحمر ها ومضيق برافو عليك باب المندب تمام وشبه جزيرة برافو عليك سيناء اسيا عشان هي اكبر قارات العالم الساحة فكل الاشكال موجودة فيها تكتر في اسيا اشباه الجزر مثلي مثل شبه جزيرة العربية وشبه جزيرة الهند وبرضه ممكن نضيف عليها شبه جزيرة الهند الصينية ب برضو شبه جزيرة في اسيا اسيا فيها دولuda من اكبر دول العالم ساحة من اكبر آكبر من اكبر مثل دولت الصين هنا Matter of준 وفيها دول من اصغر يعني فيها اثنين دول كبير قوي زي الصين ودول صغيرة جدا زي دولة صنغافورة والبحرين يبقى في اسيا من اكبر دول العالم مثل نقط الصين ومن اصغر دول العالم مثل نقط ونقط اندونيسيا غلط مش اندونيسيا ومال ايه رفو عليك علي البحرين والمعاية وصنغافور البحرين وصنغافور اسيا بتقترب من افريقيا او افريقيا تقترب من اسيا عند مليق باب المندب وتقترب افريقيا من اوروبا في منطقتين مضيق نقط جبل طارق ومضيق لا مش مضيق دقا وجزير ايوه برافو عليك لازم تبقى مركز معي وجزيرة ايه سقلية ان احنا مش بنراجع احنا احنا مش بنشرح احنا بنراجع الشرح اه يبقى انت عندك في مشكلة بقى راجع معي وباجي يقول مع المستر انا بغلط يبقى لا اعيد على الشرح تاني نشوف فيديوهات بتاعت كايرو دار في الشرح بعد ما نستوعب الدرس مية مية يبتدي نراجع اللي هيبص على المراجعة على طول هييت لغبط معانا المراجعة دي تيجي بعد ايه بعد المذاكرة هذاكر وكيه راجع مش هراجع الاول بعد كده ربنا يسهل بقى في الامتحان لا احب الناس تذاكر شوفوا فيديوهات الشرح ثم المراجع من الجزر الموجودة في افريقيا نقط ونقط احنا قلنا زي جزر القمر وجزيرة مضغ عشق اكبر الدول الجزرية في امريكا الشمالية دولة ايه برافو عليك دولة كوبا امريكا الشمالية فيها التلات دول رئيسية كندا اكبر الدول مساحة بعد كده الولايات المتحدة والمكسيك وكده فيها دول جزرية عبارة عن جزر اكبرها دولة كوبا في مجموعة دول بنسميها دول البرزخ ليا زي هندوراس وكوستاريكا امريكا الجنوبية وتاخد شكل ايه تاخد شكل ايه ايه برافو عليك شكل مثلث تمام بتمتد اطرافها الجنوبية بتوصل قرب الدائرة القدبية الجنوبية لان امريكا الجنوبية تقع بين دائرتين عرض 12 شمالا ل 56 جنوبا قربت شوية من دائرة القدبية الجنوبية لها رقمها كام 66.5 جنوبا تمام استراليا بيفصلها عن اندونيسيا او يقولي عن قارة اسيا لان اندونيسيا جزء من قارة اسيا يفصل استراليا عن اندونيسيا او عن قارة اسيا بحر نقر رفو عليك او اباح ارافورا استراليا ما تنساش بتقع بين دائرتين عرض 10 جنوبا ل 44 جنوبا طبق عليها القاعدة كلها في نص الكرة الجنوبية اه يبقى بنجمع ولا بنطرح او تقولي بنجمع بنطرح الرقمين من بعد 44 ناقص 10 يبقى 34 دائرة عرض يمر في استراليا دارية عرض رئيسية في وسط القارة اللي هي مدار الجادي 44 التجاريس جبال في افريقيا اعلى جبال افريقيا جبال ايه اطلس برافو عليك تقع فين شمال غرب القر بتحصر بينها ايه هضبت الشطوط 45 دي الجبال الرئيسية في افريقيا من جبال افريقيا جبال البحر الاحمر تقع شرق افريقيا ماشي في ثلاث دول تحت بعضهم كده او في مصر في السودان واريتريا تقع جبال البحر الاحمر في مصر السودان ايريتريا شرق افريقيا شرق افريقيا تمتد عندي ثلاث جبال كينيا وكيليمنغارو والجون جنوب شرق افريقيا جبال دراكنزبرج يبقى جبال اربع مجموعات في افريقيا شمال غرب اطلس في مصر والسودان واريتريا جبال البحر الاحمر في شرق افريقيا كينيا وكيليمنغارو والجون جنوب شرق افريقيا جبال دراكنزبرج الهضاب طبعا الهضاب في افريقيا هي المظهر السائد الرئيسي الهضاب في افريقيا اكبر هضبة الصحراء الكبرى اللي منها مرتفعات الصحراء الشرقية والغربية في مصر وتبستي جنوب ليبيا والاحجار جنوب الجزائر عندي كمان الهضاب اللي هما بنقول عليهم منابع نهر النيل شرق افريقيا هضبة الحبشة او اثيوبيا منبع موسمي لنهر النيل وكمان عندي في وسط افريقيا هضبة البحيرات الاستوائية ليهى منبع دائم لنهر النيل كمان عندي اخر هضبة في افريقيا اقصى جنوب القرى هضبة افريقيا الجنوبية السولي الصحراءوية في افريقيا عندي السهل في ليبيا اسمه سهل كلانشو كلانشو امتداد سهل كلانشو في مصر على الحدود بين مصر والليبيا بنقولش علي كلانشو اسمه بحر الرمال العظيم يبقى لو سألني يقع سهل نقط في ليبيا لا أقول بحر الرمال العظيم أقول إيه؟ سهل الكلينشو، امتداد سهل الكلينشو، سهل إيه؟ بحر الرمال العظيم بين مصر وليبي هناك سهولة صحراوية كمان في أفريقيا على أسماع دولة، مثل سهل الجزائر وسهل موريتانيا، سهل الجزائر وسهل موريتانيا السهولة الصحراوية تعرفة هي سهولة عبارة عن مفككة من الرمال والحصى أو صلبة متمسكة لو صلبة متمسكة بس بسميها أرصفة صحراوية، يبقى السهولة الصحراوية المكونة من سخور متمسكة اسمها إيه؟ اسمها أرصفة صحراوية، برافو عليكم أوروبا، أوروبا أعبر جبال فيها أو السلسلة الرئيسية فيها جبال اسمها جبال القلب، جبال القلب تنقسم قسمين في النص كده من الشرق للغرب، جبال إيه؟ جبال القلب الوسطى، اللي فيها أعلى قمة جبالية فقرب، أو هتقول في العالم، قمة جبال نقط، جبال قمة جبال اسمه مونت بلان، ارتفاعه بيزيد عن 5000 متر ديxi Wohnung أنا تسمعت عن الجبال ، اسمها جبال القلب الدينارية، ديها يا طرح موجودة فين؟ موجودة في أوروبا برضو جزء من جبال القلب، فيين في أوروبا؟ موجودة جبال القلب دينارية في شبه جزيرة، اسمها شبه جزيرة البلقان، شبه جزيرة البلقان، تمام، هضب أوروبا hablando بثلاثة دول أوروبية، أحده في أسبانيا، أحده في فرنسا، أحده في ألمانيا، أسبانيا هضبت الميزيتا، بيتشغل معظم اسبانيا في فرنسا على اسمها ما فيهاش مشكلة دي هضبت فرنسا الوسطى ألمانيا هضبت بافاريا السؤولة الفايدية في أوروبا طبعا أوروبا فيها سهل فايد كبير قوي يمتد السهل نوعه بين جبال أورال شرقا إلى المحيط الأطلنطي غربا لجبال لا ده سهل اسمه ايه اسمه السهل الأوروبي العظيم السهل الأوروبي العظيم ده بيجري فيه أنهار كتير أطول أنهار أوروبا نهر نوعه نهر الفولجة ويصب في بحر نوعه بحر قزوين مصبات الأنهار مهمة او بتاعت أوروبا عندي نهر السين بيصب في بحر برافو عليك المانش نهر الراين بيصب في بحر الشمال نهر الدانوب بيصب في البحر الأسود النهر البو بيصب في البحر الأدرياتي أسيا طبعا أكبر قرة في العالم فيها مزار ساطة أكبر قرة في المساح أكبر سلسلة جبلية في أسيا اسمها جبل ايه؟ الهيمالايا فيها أعلى قمة جبلية في العالم قمة نقط إيفرست ارتفاعها تمانية تمانية اربعة تمانية ده مش رقم تليفوني ده ارتفاع قمة إيفرست تمنتلاف تمانية تمانية واربعين متر الهضاب في أسيا عندي مجموعة من الهضاب هضبة أكبر هضوب أسيا هضبة اسمها هضبة التبت هضبة التبت هضبة التبت دي بتعرف باسم سقف العالم سموها سقف العالم ليه بما تفسق؟ أقول لارتفاعها عن قمم الجبال من هضب أسيا غير هضبة التبت هضبة في تركيا هضبة الأنادول هضبة في وسط الهند هضبة الدكن يقول لي هضبة تقع جنوب غرب أسيا هضبة شبه الجزيرة العربية السهول في أسيا السهول الفايدية في أسيا في ثلاث حتات في الشمال والشار والجنوب عند المحيطات سوري الشمالية الأسيا يطلق عليها ويتسمى باسم سهول مؤمن سهول سيباريا بيجري فيها عنهار نقط ونقط ونقط أوب وينسي ولينا تصب عنهار أوب وينسي ولينا في المحيط نقط في المحيط القدبي الشمالي السهول الشرية الأسيا سهلين سهل منشوريا وسهل الصين بيجري فيهم نهر نقط نهر ينجستي يصب نهر ينجستي في المحيط نقط في المحيط الهادي السولة الجنوبية على اسماء انهار يولس والنهرين نقط ونقط في الجنوب في دولة العراق الدجلة والفراط يصبان في نقط في الخليج العرب يجري نهر نقط في الهند نهر الجانج يصب نهر الجانج في خليج نقط خليج البنغال بينما يصب نهر السند في المحيط نقط السند في المحيط الهندي السند في المحيط الهندي امريكا الشمالية فيها سلسلتين جبليتين رئيسيتين سلسلة في الشرق اللي هي جبال الابلاش سلسلة في الغرب اعلى جبال القرى اللي هي جبال روكي واللي تاني تقع جبال نوعة شرق امريكا الشمالية جبال الابلاش تقع جبال نوعة غرب القرى وهي اعلى الجبال جبال روكي طب انا اسمعتها مصر عن جبال اسمها مكينزي والاسكا وسيررا نيفادا وسيررا ماديرا وكاسكيد فين دول؟ اه دول في امريكا الشمالية إذا سيأتي سهل إذا كنت يقولون جبال جبل سيقال لي دي هدى أن الهضب في أمريكا الشمالية جبال مكينزي ، ألاسكا ، كاسكيد ، سيرا نيفادا ، سيرا ماديرا في نقطة أمريكا الشمالية غرب أمريكا الشمالية هضب امريكا الشمالية 3. الهضب في امريكا الشمالية 3. هضب الكبر. بتاكثر بين الاودية والاحواض. فيها اودية نهرية كثيرة انهار. فيها احواض يعني منخفاضات كثيرة. اسمها هضب ايه? كولورادو. كولورادو. تقع هضب نوع الشمال شرق امريكا الشمالية. هضبت ليبرادور. تقع هضب أنهار أمريكيا' الشماليةم كليت. أأذراه الجحيمة أحياءً. مزء من المحيط الاطلانتي. يصب نهري نيلسون في نقاط في خليج هيدسون. تمام؟ امريكا الجنوبية ما فيه اشغل سلسلة جبلية واحدة بس. له جبال الانديز. جبال انديز تمتد غرب القرى من الشمال للجنوب. الهضاب في امريكا الجنوبية تلاتة. بالشمال هضبت جيانا. في الشرق هضبت البرازيل. في الجنوب هضبت باتاجونيا. اكبر هضبها في امريكا الجنوبية هضبت نقاط البرازيل. اصغر هضبه في امريكا الجنوبية هضبت نقاط. هضبت باتاجونيا. هضبت البرازيل بيجري فيها نهر. نهر نقاط. نهر ساو فرانسيسكو. يصب فيه. بالمناسبة كل انهار امريكا الجنوبية المقررة عليها بتصب في المحيط الاطلانتي كلها. يبقى يصب نهر ساو فرانسيسكو خلاص في المحيط الاطلانتي. اوسع سهول نهرية في العالم سهول نهر نقاط. نهر الامازون. اللي بتنمو بها نقاط. اللي بتنمو بها الغابات الاستوائية. سهول لابلاتا سهول لابلاتا دي تلات انهار بارانا باراجوي لابلاتا وليها اسم يسموها سهول البيمباس بتمتد في دولة الارجنتين مشهورة جدا او اهميتها تستغل في الزراع والرعي لو قال بما تفسر اهمية سهول البيمباس او الكلمتين تستغل في الزراع والرعي وقالنا الانهار كلها في المحيط الاطلانتي استراليا اسهل قر تمتد جبال استراليا على ساحل نقطة انهي ساحل الشاريع من جبال استراليا جبال نقطةиллиات الحاجز الكبيرة وتعرف باسم نقطة القلب الاسترالية دي الجبالodi المظهر السائد في استراليا هو نقطة اكتر شكله من اشكال التدريس في استراليا دي ايه الهضاب عشان كده تشبه قره نقطة تشبه قره افريقيا لان افريقيا استراليا زي بعض الاتنين نص مساحتهم هضب الهضبة الرئيسية في استراليا هي ايه هي الهضبة الغربية لبقى المظهر السائد في استراليا الهضب تشغل نصف المساحة ومنها الهضبة الغربية سهول الفيضية في استراليا اهمهم سهول نهري ايه وايه ميري ودارلينج ميري ودارلينج ودول بيصبوا فين وهي صبان في الخليج الاسترالي الكبير الجزر في استراليا بتكثر فين في الجانب الجنوب الشرقي الجانب الجنوب الشرقي زي مين زي الجزر نيوزيلاندا الشمالية ونيوزيلاندا جنوبية وجزيرة اسمها تيس مانيا وجزيرة تيس مانيا العوامل التي تؤثر في المناخ قلتها موقع الفلكي موقع الجورافي والتداريس موقع الفلكي الموقع الجورافي والتداريس وما المقصود بالدول الجزرية دول تتكون من جزيرة او اكثر من جزيرة ما المقصود بالموقع الجغرافي هو الموقع بالنسبة لليابس والماء او للبحار والمحيطات هو المقصود بالموقع الفلكي هو الموقع بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض ما المقصود بالجبال الجبال عبارة عن نطاق مرتفع يتباس جوانبه وبانحضارها وقد يكون عبارة عن جبل واحد يمكن أن يكون عبارة عن سلسلة جبلية يعني جبل لازق في جبل لازق في جبل يعني سلسلة مثل سلسلة جبال القلب سلسلة جبال الانديز سلسلة جبال الهيمالايا طبعا ارتفاع الجبال يزيد عن 1000 متر ما المقصود بالهداب؟ الهداب مناطق وسعة تتماس باستواء السطح من أعلى السهول الأراضي المنخفضة المنبسطة السهول كم نوع؟ ثلاثة السهول الفيضية وسهول ساحلية وسهول صحراوية السهول الفيضية الأراضي الخزبة التي توجد على جوانب الأنهار السهول الساحلية الأراضي التي توجد على جوانب البحار والمحطات السهول الصحراوية أراضي مستوية إما تتكون من منفككة من الرمال والحصى أو صلبة متمسكة من الصخور ولو سلبة متماسكة بس من الصخور قول عليها ايه قول عليها ارصفة صحراوية ارصفة صحراوية يقول لي من مقصود بحض النهر تعريف حض النهر هي الاراضي التي يجري داخلها النهر زي حض نهر ينيل كده ويحده من الخارج خط اسمه خط تقسيم المياه خط تقسيم مياه ده خط واهن يعني عبارة عن مرتفعات كده المية خط بينهم خط المية المطر لما تنزل كده يبقى بتصب فيه النهر اللي الناحيات اللي في الشارع وبيفصل بين ايه الانحضار التاني اللي هو ايه بيتسقط المطر فيروح لنهر تاني يبقى الاراضي اللي بيجري فيها النهر بنسميه حض نهر هي الاراضي التي يوجد فيها النهر ما المقصود بالاقليم المناخي لها المنطقة المحددة على سطح الارض تمام لها خصائص مناخية واحدة منطقة محمد دينا بحدود معينة بتبقى المناخ فيها ايه واحد درجات الحرارة متشابهة تمام كمية المطر فيها متشابهة الى اخر النبات الطبيعي نبات ينمو طبيعية دون تدخل الانسان بكده التعريفات دي لبلمينا معظم انواع الاسئلة على الوحدة الاولى الموقع والتدريس والمناخ بان بس حتة مهمة اوي 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 انا قلت هعملها من اهميتها هعملها في لقاء لوحدة اللي هو ايه اللي هو الخرائط الصماء هيجيلي في امتحان دي سؤال رئيسة اميس طبعا عشان كده لأهميته قلنا نعمله لوحده بقى حلقة لوحدها عن الخرائط الصماء اهم بقى الظاهرات اللي ممكن تجيلي على القريطه ممكن نجيب لي خريطة العالم كاملة او قره من القراءات ونوز عليها الظاهرات احنا هنعمل الكلام ده في لقاء جديد ان شاء الله استنونا مع كايرو دار احلى المراجعات اسئلة متوقعة في الامتحانات ان شاء الله استنونا مع مراجعة التاريخ الجاية مع مراجعة الخرايط مع مراجعة الوحدات اللي جاية جميع انواع الاسئلة ابعثونا كمان على الاسئلة اللي بتقاف معنا وان شاء الله نحن رد عليكم باجابات نموذجية والسلام عليكم اشتركوا في القناة